شوف عدد الوافدين في وزارة الدفاع 3976 وافد وافد شوف عدد المقابل لها كويتيين 2600 الفرق 1300 286 موظف مكتب الوزير وافد 286 مكتب الوزير ومكتب الوكلة المساعدين بالله هذه وزارة الدفاع ولا دز النائب قال له سري من اللي قاعد يطبع لك موافد من اللي قاعد ترجم لك موافد نائب يسأل تقول له سري نائب يسأل تقول له لا تكرر يصير هذا الاستهتار شوفهم يا اخوان مستشار عام شوف شوف الضحك شم يستلم اربع تالاف وميتين يصير مستشار عام ها وافد على العقود الخاصة اربع تلاف وميتين ها بعهده ولا الحين موجود شوفهم يا اخوان معلم شنو معلم معلم شنو يستلم اربع تلاف ومية شوفهم يا اخوان اربعة اربعة شوف المسمى الوظيفي ما لا معلم شنو معلم شنو معلم المسمى الوظيفي هذا اللي برينت ما الوزارة الدفاع أربعة آلاف دينار على العقود الخاصة معلم وافد هذا أربعة معلم 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 أربعة آلاف مستشار أربعة آلاف ومئتين كويت قاعد يمرمرون أبناء الكويتية اللي يقوله هو منتصر لهم لا الآن قانون عندما دخلهم من الفين وثمانتعش معنيين ما دخلهم أبناء الكويتيات إذا فيك نفعه دخلهم ثلاثة آلاف وتسعمائة وافد كويتين مئتين أبناء الكويتيات بمكتبك ومكتب الوكلة مئتين وستة وثمانين يصير وزارة الدفاع جزء من أجهزة الدولة وسياسة الأحلال هذا هدفنا وإحنا والحمد لله هذا جدامكم جدول يبين أننا سياسة الأحلال طبقناها بالكامل تشوفون آخر شيء كل أصفار الأصفار يعني الحمد لله كل شيء مطبقي نحن ما ردين أحد سياسة الأحلال ما شيء حسب الأصول حسب المتبأ هذا بالجانب المدني لكن لم نقف مكتوفيه الأيدي لا نبي بعد زود نروح الجانب العسكري الجانب العسكري يوم يأتنا وزارة الدفاع في الحكومة السابقة شفت أن اللي قاعد تقدمون للجيش أعداد بسيطة ما هي الأعداد اللي الواحد يرغب فيها تأكد ما لقيت حملة يعني ما لقيت الناس تنزل للميدان يعني تابون الناس يدخل عندكم روحوا وحاولوا تكلموا إياهم اقنعونهم يدخلون للجيش فطلبت من رئاسة الأركان العامة تنظيم حملة لتشجيع شباب الوطن بالانخراط في الجيش قلت لهم أولا لازم تكون حملة إعلامية لتشجيعهم ثانيا ننزل للميدان نروح نشوفهم ثالثا نسوي فيديوهات اللي تشوفونها جدامه وهذه جزء من حملة اسمها كن منهم حملة تكون منهم من هذه كلها اللي تشوفونها من إنجازات إخوانكم في القوات المسلحة الجيش ما يخوف لكن للأسف السابق كانت مثل مثل ايرن كيرتن هذا اللي يسمونها إنما تشوف اللي وراك فنزلنا الشارع ونزلنا نشجع أمناء الوطن للانخراط في الجيش مثل ما شفتوا حملة تكون منهم والحين في فيديو تشوفونا وهذه جزء من سياسة الإحلال اللي الأخ النائب الفاضل يتكلم عنها هذه جزء من سياسة الإحلال اللي قاعدنا اتبعها بس بالجانب العسكري يعني هذا غير مطلوب منه لكن رحنا الجانب العسكري هم قاعد نشجعهم ترجمة نانسي قنقر